بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد نكم القراءة وشرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إمام المحدثين البخاري ومسلم في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة وضعه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي المصري القاهري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء مصنفات وشرحها في الدارين آمين الكتاب الثالث كتاب الحيض والدماء التي تراها المرأة دماء صحة ودماء مرض دماء الصحة الحيض والنفاس كويس ودماء المرض اللي هو نزيف واللي بيسموه استحادة كويس يبقى الاستحادة دمو مرض والحيض والنفاس دمو صحة يعني المرأة اللي بتحيط تبقى عندها ايه؟ صحيتها كويسة يعني لو ما حضيتش تروح للدكتور تقوله ان ليه ما بحيطش؟ لان العادي انها تحيط تقيمت ازاي؟ يبقى الحيض والنفاس دمو صحة يعني ايه؟ يعني فيسيولوجي عادي يعني الفيسيولوجي الطبيعي ربنا خلاها على هذه الصورة اقل سن للحيض ايه؟ تسع سنوات واخد بالك تسع سنوات ده اقل سن حيض لو رأت المرأة الحيض قبل تسع سنوات نعتبره ايه؟ دم فساد مرض نعتبره استحادة واحدة بنتها عندها تلات سنين ونزل منها دم من الفرد تعمل يتخذها للدكتور على طول لانها دي شكلها كده عيانة فهمت؟ لكن لو عنده تسع سنين فما زاد تقول لا مبروك بلغتي فهمت ازاي؟ يبقى أقل سن الحيض ايه تسع سنوات ولا حد لأكثره عند الشفعية لكن الغالب الأعام الستات في الخمسين الخمسة وخمسين ينقطع حيضهم الغالب الأعام على سبيل الغلبة لكنه ممكن تحييد في اي سن المرأة ده رأي مين؟ الشفعية لكن لو انقطع حيضها ثم رأى الدم على مذهب الملكية يبقى ده دم فساد يعني واحدة عندها سبعين سنة ونزل منها دم مش هنقول لها حائد مبروك المدام حائد لا هيقولوا دي عندها نزيف سبعين سنة الشفعية ولك لأ حائد حاجة غريبة الشفعية دول يعني تمتنع عن الصلاة ولا تصومش لأن حكم حكم الحائد بقية المذاوية يقول لأ ده استحاضة ده ده مرض لا تصوم وتصلي لا تمتنع عن هذا ولا ذاك وتروح للدكتور تبقى تتعالج لكن الشفعية ولك ايه؟ تروح للدكتور تتعالج بس ده حائد لا تصوم ولا تصلي فقامت بقى الفرق بالمذاوية بالشفعية والبقين يبقى لو جدتك عندها 80 سنة نزل منها دم الشفعية ولك ما تصليش خلاص ولا تصوم لأن ده ايه؟ حكم وحكم الحائد والملكية ولك ايه؟ لا تصوم وتصلي عادي ده ده استحاضة ده دي مريضة فقامت بقى ازاي؟ يعني خلاف بين المذاوية في التطبيق العملي في المقافة المهم خلينا اقل مدة حيض ايه؟ يوم وليلة اقل مدة حيض يوم وليلة فلو واحدة رأت نقطة دم وما تكررتش تاني وقعدت يوم وليلة ما تزلش تاني يبقى خلاص ده نزيف ما تمتنعش من الصلاة فقامت ازاي؟ يبقى المرأة اول ما تشوف نقطة الدم تعمل ايه؟ تمتنع من الصلاة وتمتنع من الصيام لمدة يوم وليلة اتكرر في يوم وليلة يبقى ضحيط ما تكررش يبقى تقضي الصلاوات اليوم اللي فات وايه؟ وتصلي علي فهمت ازاي؟ لانه ممكن يبقى ده نسف واضح؟ يبقى أقل مدة حيض يوم وليلة ما فيش حيض يبقى نقطة كده وخلاص لا لازم يستمر يوم وليلة يعني ينزل نقطة وبعد يوم وليلة او في اثناء اليوم وليلة ينزل نقطة كمان وبعد يومين ينزل نقطة كمان وكده فهمت ازاي؟ عشان يبقى حيض غالب الحيض ستة ايام الى سبعة ايام غالب الستات يحيلوا من ستة لسبة يبقى الاقل يوم وليلة وغالبه ستة الى سبعة ايام واكثره ما يزيدش عن كام خمسة عشر ايام لان الرسول قال ايه تمكس المرأة شطرة دهرها لا تصلي وشطر الشيء نصفه يبقى الشهر نقسمه نصين خمستاشر وخمستاشر يبقى اقصى مدة حيض عند الشفعية خمسة عشر ايام فلو رأت المرأة دم ست ايام مثلا وطهرت والحمد لله اغتسلت وصلت فردين وبس تلاقي الدم تاني نزل تمتنع امتدات حيض فهمت بقى ازاي ليه لان ممكن يكون تغيرت عدتها كانت هي ستة تغيرت وتفضل بقى مستمرة قطعة الصلاة لحد ما تكمل خمستاشر يوم بعد خمستاشر يوم لو رأي الدم تغتسل وتصلي بقى لان الدم اللي شايفته بعد خمستاشر يبقى استحاضة وتروح تتعالج عشان ما تحيرش الفقية لقيمتو بقى ازاي تروح تتعالج مهمة قوي عشان ايه بدأ ما تبقى متحيرة باب مباشرة الحائد فوق الازار الحائد يمنع من ايه من اشياء كثيرة اكتر ما يمنع منه الجنابة من الشكلة يسموه ايه حدث ايه اكبر في حدث اوسط وحدث اكبر وحدث اصغر الشفعية خلوا الاحداث تلت انواع باعتبار ما منع باعتبار ما منع يعني الحدث اللي يمنع عن حاجات قليلة يسموه حدث اصغر اللي هو الايه ما يستوجب الوضوء يمنعك من اين يمنعك من الصلاة يمنعك من الطواف يمنعك من مس المصحف وحمله واخد بالك ازاي فقط ادي اللي حيمنعك من لكن ما يمنعكش من المكس في المسجد ولا يمنعك من انك انت تصوم شمت بقى ازاي طيب نيجي للجنابة الجنابة تمنع مما منع منه ايه حدث الاصغر ويضيف عليه المكس في المسجد يحرموا عليه المكس في المسجد تقيمت ازاي مش كده برضو يبقى زودنا شوية طيب والاكبر الحدث يمنع اكتر زي الحايد يمنع من الصيام الجنابة ما تمنعش من الصيام تقدر تصوم انت جنب مش كده برضو يبقى ايه يبقى ومش كده وبس الجنابة تمنعك من قراءة القرآن انما عدم الوضوء يمنعك من حمل المصحب بس لكن ممكن تقرأ القرآن من حفظك وانت مش متوضي لكن لو جنب ممنوع تقرأ القرآن كمان ممنوع تمسك المصحب وتحمله وممنوع تقرأ القرآن كمان فهمت بقى ازاي الحايد يمنع مما منعت منه الجنابة ويزيد انه يمنع من الصيام ويمنع من عبور المسجد والمكس فيه لكن الجنابة تمنع من المكس في المسجد ولا تمنع العبور فيه فهمت بقى ازاي يبقى ايه يبقى الحايد والنفاس حدث اكبر باعتبار ما منع يمنع عن حاجات كتير فهمت ويمنع ايضا عن قربان الزوجة والجماعة لكن الجنابة ما تمنعش المرأة جنب ممكن تجامعها تاني بالشرط تقوم تغتسل مش كده برضو وانت كمان جمعت وبقيت ايه جنب ممكن تجامع تاني وانت لسه جنب الشرط بتغتسل فهمت بقى ازاي يبقى الجنابة لا تمنع من الجماعة لكن الحايد والنفاس يمنع من الجماعة يبقى ايه بيمنع من حاجات كتير وان كان الحدث الاوسط والحدث الاكبر يستوجبان الغسل عشان تطور منهم فهمت ازاي الحدث الايه الاوسط والاكبر يستوجبان الغسل لكن الحدث الاصغر يستوجب الوضوء بس فهمت بقى ازاي يبقى باعتبار ما يوجب في حدث اكبر واصغر الاكبر يوجب الغسل والازغر يوجب ايه الوضوء وباعتبار ما منع نقسمهم ثلاثة حدث اصغر حدث اوسط حدث اكبر فهمت بقى باب مباشرة الحايد فوق الازار لان الحايد يجمع يمنع الجماعة طب فهل يجوز الاستمتاع بالزوجة دون الفرج اثناء حايدها ام لا قالوا ايه يجوز مباشرة الزوجة ايه فيما كان فوق السرة واسفل الركبة فيهمت ازاي مباشرة الحائط فوق الازار والازار بيغطي ايه من السرة للركبة ادي الازار بيغطي الحدث دي الحديث الثامن والستين بعد المئة حديث عائشة رضي الله وعنا قالت كانت احدانة اذا كانت حائضا احدانة تقصد ايه زوجات النبي الواحدة من زوجات النبي كانت احدانة اذا كانت حائضا فاراد رسول الله عليه الصلاة ان يباشرها يعني يباشر تلمس البشر يعني بلا حائل يعني expiration أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها يعني لما يكون الحيضة لسه في بدايتها تتزر يعني تغطي قدر عورة الرجل اللي هو من السرة للرجل ثم يبشرها قالت وأيكم يملكوا إرباه كما كان النبي يسول السلام يملكوا إرباه يعني بتقول للرجالة ما تترخصوش أنت وتعملوا زي النبي لأنك أنت يمكن ما تملكش شهوتك وتضطر أنك أنت تغلط وتجامعها في فرجه تقيمت إزاي يعني ولا أنصحكم تعملوا كده أيها الرجال ما خافت أن تقعوا في الحرمة جماع المرأة وهي حائد لكن النبي كان يملك شهوته صلى الله عليه وسلم يبقى إرباه هنا بمعنى إيه شهوته أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب مباشرة الحائد حديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبشر أمرأة من نسائه أمرها امرأة من نسائه يعني وهي حائد يبقى فينا جملة مقدرة محزوفة معلومة من السياق أمرها فاتذرت وهي حائد أخرجه البخاري كتاب الحيض باب مباشرة الحائد وده خلافا طبعا لما عليه اليهود وأهل الكتاب اليهود لو الزوجة حائد لتطبخ ولا تنام جنب جزها ولا تقعد في الشقة يعملوا لها قضة مخصوص يحبسوها فيها لأنها نجسة ولا تقدم أكل ولا تأكل معهم ولا تلمس حاجة لو لمست حاجة كأن كلب لمس الحاجة اليهود كده يا أخي وما بيشنعوش على شريعتهم ويشنعو على شريعة المسلمين اللي هي أيسر وأكرم ليه؟ لأن احنا أصلا ما بنحبش نفضح حد لكن هما أصلا الناس بيتروع فضائح يحبوا يفضحوا المسلمين لكن هما عندهم من الفضائح اللي لو كلمناهم شعرفوا يردوا فاهمت إزاي؟ فناخد بالنا على شك كرة الصحابة ليه رووا الحاجات دي لأن دي بيخالف ثقافة العصر اللي كانوا عايشين فيه لأنه كانوا معشرين اليهود وعارفين اليهود بيعملوا إفزا وجاتهم من نحياد فلما وجدوا النبي بيعمل الحائد معاملة مختلفة عما تعودوه من اليهود مع نساءهم من نحياد فاهمت مثل هذه الأشياء باب الاتجاع مع الحائد في رحاف واحد حديث أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميلة خميلة يعني إيه زي غطاء كده إيه نموسية يعني مغطية حطوا فانسللتوا يعني إيه سحبت نفسها بالراحة ما خفت إن النبي يستيقظ فانسللتوا فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفستي قلت نعم فدعاني فاتضجعت معه في الخميلة بعد ما تحفضت وحطت ثياب حيضتها اللي يبقى إيه الحاجات اللي بتحطها النساء علشان تستقبل الدم بأن لما توسخ نفسها أدي سياب الحيضة اللي هم الوقت بيعملوه إيه يجيبوا حاجات كده يجهزة كان زمان خرق قماش هدت فوتها كده تحطها وخلص لكن الوقت بقت في حاجات إيه أنواع كتيرة وبيعلنوا عنها في التليفزيون ببجاحة فدعاني فاتضجعت معه في الخميلة أخرجه البخاري كتاب الحيض بأن من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر حديث أم سلمة قالت وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب النوم مع الحيض وهي في ثيابها الباب الثالث باب جوازي غسل الحائد رأس زوجها وترجيلي يعني تبشر إيه خدمة زوجها عادي وهي حائد تسرح له شعره تناوله هدومه تعتكل معاه وهو يأكل معاه عادي تعيش معه عادي حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلوا وإن هنا بمعنى قد يعني وإن كان يعني وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلوا علي رأسه وهو في المسجد فأرجله لما يبقى النبي في المعتكف وعايز إيه شعر النبي كان طويل فبيحتاج حد يساعده في ترجيله فكان إيه يحط رأسه كده داخل حجرة ستنا عائشة وجسمه في المسجد وسيدتنا عائشة إيه ترجل للنبي شعره إيه وهي حائد قال الله دي حاجة عجيبة إيه دا اليهود يقولك دي عجيب أو جد هو لازم خلفنا في كل حاجة كده كانوا يزعلوا من النبي إيه وقالوا جاي خلفنا في كل حاجة هم عايزين يقلدهم فهمت بقى وفي هذا الحديث يدل على جواز استخدام المرأة وخدمتها لزوجها وأن هذا غير مخالف للمرؤة بل من واجبات المرأة مع زوجها أن تخدمه بطيب نفس فهمت؟ لأن لو كان مخالفا للمرؤة لم تنع النبي عن فعل ذلك فالنبي لا يفعل ما يخرم المرؤة واضح؟ فما يجي لكش الستات اليومين دول تقولك ما تسرحين وأنا يعني فضي أسرحك آه ما وبيقولوا كده الوقت لدرجع عشان كده بيتطلقوا كل شوية وأخذ بالك إزاي كسر الطلاق بسبب إيه إنها لا تقوم بخدمة زوجها بطيب نفس فبيحصل تناحر قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا يعني لو كان معتكف ما يدخلش بيته إلا لو كان حيغير هدومه حيدخل إيه دورة المياه يغتسل يستحم كده ويرجع المسجد أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف باب لا يدخل البيت إلا لحاجة حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض أخرجه البخاري كتاب الاعتكاف باب غسل المعتكف حديث عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن كمان يقرأ القرآن واخد بالك كان النبي حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن يعني النبي كان يقرأ القرآن في كل أحيانة فينام كده وساند رأسه على حجر سيدتنا عائشة كأنها وسادة ويقرأ القرآن ويقرأ القرآن ويقرأ القرآن فيش مشكلة وما يعني لو حاضي تموتها يعني حاجة غريبة اللي يهود لو سبوهم عن حائض حيموتوا أخرجه البخاري كتاب الحائض باب قراءة الرجل في حجر امرأتي ويحارة باب الماذية حديثه عليه والماذي هو إيه إفرازات تخرجه من الذكر عند الشهوة يسموها ماذي وليس تماني فهي نجسة تنقض الوضوء ويجب غسلها والوضوء منها ولا يجب منها الغسل واضح أما المني فهو الذي يجب منه الغسل وهو طاهر المني طاهر ويجب الغسل والماذي نجس ويجب الوضوء منه حديثه علي كرم العجو عليه السلام ورد يلعنه قال كنت رجلا مذاء مذاء يعني ايه يخرج منه مزي كتير لما ايه يحصل له ايه الشهوة فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لإيه لأنه زوج بنته فده أمر ايه يستحي منه عادة فأمرت المقداد ابن الأسود لأنه صديقه المقداد ابن الأسود ده صديقه سنه قريب منه فقال للمقداد يا مقداد روح يسأل النبي لو رجل مذاء يعمل ايه هل يتوضأ هل يغتسل ولا يعمل ايه فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجينيه باب جواز نوم الجنوب واستحباب الوضوء لا لو واحد أصابته جنابة يعني أصاب زوجته فصارها جنوب هل ممكن ينام مكسل يغتسل الوقت ما لو اغتسل النوم حيطير من عين وهو عايز ينام عشان عنده شغل بكرة ويستريح شوية يقول له لا هو مغتسل كما يغتسل حيفانجل هو عايز ينام يروح شغله ينام فيه إن شاء الله يرفضوه أو إذا كان طالب يبقى مش مركز في الجامعة بتاعته فيعمل ايه يجوز له أن ينام وهو جنوب والأفضل أنه يغسل موضع الجنابة بس يعني موضع مذاكيره ويتوضع وضوء خفيف وينام عشان يخفف ايه الجنابة الأفضل طب افرد مكسل الخارق ينام يجوز له لكن الأفضل أنه هو ايه يتوضع وضوء للصلاة ويغسل أثر ايه النجاسات اللي على ذكره وبعدين بعد كده ينام وما يقوم يبقى يغسل واضح طب ما عملش كده مش حرام يا وهابي مش حرام حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة أخرجه البخاري كتاب الغسل باب الجنوب يتوضأ ثم ينام حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب وهذا التوجيه للنبي على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب نوم الجنوب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تصيبه الجنب من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم أخرجه البخاري كتاب الغسل باب الجنوب يتوضأ ثم ينام حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائي في الليلة الوحيدة وله يومئذ تسع نسوة في ليلة واحدة يعني يجمع تسع نسوة لأن النبي أتي من من القوة على الجماع ما يؤتاها أربعين نبي والنبي ما يكون في قوة أربعين رجل والنبي بقى باربعين نبي علشان يدلك على أن مع قوة شهوة النبي إلا أنه كان قليل النساء صلى الله عليه وسلم لكمال عفتي وانشغالي بربي صلى الله عليه وسلم يعني اكتفى في فور شبابه بامرأة واحدة تزواجة خمسة وعشرين سنة مش متزوج إلا ستنا خديجة بس صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج النساء بعدها إلا بعد سيدتنا خديجة لأسباب كثيرة منها أمر الله له وببيان خصوصيته ولينشروا العلم والفقه المتعلق بعلاقة الرجل بزوجته في داخل البيت للأمة عشان يعلموهم ولأسباب أخرى تأليف القلوب يتزوج امرأة عشان يؤلف قلب أهلاء يدخلوا في الإسلام أو شيء من هذا فكان النبي لا يتزوج من أجل الشهوة بالرغم أنه كانت شهوته أقوى من أي رجل لكنه لانشغاله بربه كان لا يعير شهوته شيء صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك أن النبي الله كان يطوف على نساء في الليلة الواحدة ولو يومئذ تسع نسوة أخرجه البخاري كتاب الغسل باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ما يستوجب الغسل إدخال إدخال الزكر في الفرج في الفرج يسمونه الإلاج تاني حاجة تالت حاجة الموت يبقى ثلاث حاجات يستوجبوا الغسل يشترك فيها الرجال والنساء خروج المني في النوم واليقظة والإلاج والموت مش كده برضو طيب وثلاث أشياء خاصة بالنساء دون رجال لحد الوقت يعني ما نعرفش الرجالة بعد كده حيعملوا يمكن يحيدوا ولا حاجة واخد بقى في أوروبا عادين يعقوا في نفسهم عادين بيعقوا في نفسهم الرجال الدرجة عايزين يحملوا ويردعوا فربنا ينجينا من فساد التلاتة الخاصة بالنساء إيه الحيد والنفاس والولادة تلات حاجات توجبوا الغسل للمرأة الحيد والنفاس والولادة طيب والولادة ليه قال لك بلا إن المولود ده عبارة عن مني منعقد في صورة إنسان فكأن المني خرج منه يعني الولادة حكمها حكم خروج المني لأن الولد اللي تكون في رحم المرأة ده عبارة عن مني منعقد إن عقد في صورة ايه إنسان فلما يخرج يستوجب طيب يقول لك طيب يهم احتوي تولد أصلا هتخش في النفاس يا كده كده هترتسع عشان النفاس بنقول ليه للولادة لأن في بعض النساء في النادر كانوا لا نفاسة لهم تولد وما يخرجش من هدم كانت منهم أشهرهم ستنا فاطمة النبوي بنت النبوي فعلشان كده قلنا الولادة تستوجب الغسل حتى ولو لم يعقبها نفاس واضح باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أم سليم ليه يا أم أنس بن مالك اسمها الرميساء فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق دي مقدمة كده دليلنا هتسأل سؤال محرج دي مقدمة دي مقدمة إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال النبي سلمة إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها حياء يا وقالت يا رسول الله تحتلم المرأة ما أقول قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها وده برضو طبعا الكلام اللي قاله النبي ده دي معجزة طبية ما حدش يعرفها أيام النبي لمدة ألف سنة بعد كده كانوا متصورين إن الولد من الماني بس والمرأة عبارة عن إيه وعاء فقط إن الحمل ده من الماء من ماء الرجل فقط والمرأة وعاء فقط فيمت زي البذرة تحطها في الأرض تطلع شجرة فيمت هم متصورين هذا فدل هذا التصور في زهن البشرية سنين طويلة النبي قال لهم لا ده هي لها ماء بيختالط مع ماء الرجل يتولد منه إيه الولد يعني هي لها مشاركة دي دي كلمة يعني إيه إعجاز علمي وطبي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تعرفه البشرية بسنوات طويلة فبما يشبهها ولدها دليل إن في جزء منها داخل في تكوين الولد وليست في أوعاء محت فهمت بقى إزاي ما شكراه وقال إيه نطفة أمشاج يعني أمشاج يعني إيه خليط من المرأة والرجل أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الحياء في العلم باب صفتي غسل الجنابة حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كان يتوضأ للصلاة طبعا هنا في اختصار لأن الأول بيغسل يديه وبعدين يغسل مذاكيره بيده اليسرى الأول ثم يتوضأ دول الصلاة ثم يفيد الماء على بدنه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاثة غرف بيديه ثم يفيد الماء على جلده كله لأن كل تحت كل شعره جنابه فلابد أن يوصل الماء لأصول الشعر أخرجه البخاري كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل حديث ميمونة رضي الله عنها قالت سببت للنبي صلى الله غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب قال بيده الأرض يعني جعلت الفعل بمنزلة القول يعني حك يده الأرض قال بيده الأرض يعني حك بيده الأرض عشان ينظف 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 كان شو فيه صبون ولا بودش أوهر ولا الحاجات دي كلها فإيه حك بيده الأرض عشان ينظف يده وبعد كده شطف ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنح فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها يعني مرداش يستعمل المنديل كان في بيئة حرة والنبي كان يتبرد بالماء يسيبه كده على عضو لما يجب في الوحد صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري كتاب الغسل باب المضمضة والاستنشق في الجنابة حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب نحو الحلاب الحلاب إناء كده صغير ياخد حلبة يعني لما تحلب شاه تاخد لها إناء كده يعني زي حلة صغيرة إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه فقال بهما على رأسه يعني إيه يعني دعاك بهما ومسح بهما على رأسه لإدخال الماء في أصول الشعر أخرجه البخاري كتاب الغسل باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل ونقف عند باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة غدا إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعليب والنبي 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 والحلي والنحلي وال prochaine اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك والرسولك والنبي والنحلي والنحلي عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدادة if وكما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة سلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين